الألف اللينة في آخر الفعل تفضلي يا معلمتي، هذه أبيات الشعر التي قمت بكتابتها استعداداً للمسابقة ما هذا يا عائشة؟ إن قصيدتك بها أخطاء إملائية كثيرة فمثلاً الفعل هدى لا ينتهي بالألف مثل ما كتبته كيف ذلك؟ ألا ينتهي الفعل هدى بمد الألف؟ نعم، فالفعل هدى ينتهي بالألف اللينة وهي من حروف المد ولكني أعرف أن حروف المد هي الألف والواو والياء، فما علاقة ذلك بالألف اللينة؟ سأشرح لك هي ألف ساكنة تكتب قائمة أو على صورة ياء غير منقوطة وسميت باللينة لأنها تلين وتضعف في المدارع أو المصدر فمرة تصبح واوا ومرة تصبح ياء معنى ذلك أنها ليست ثابتة على حال واحدة بالضبط، فمثلاً الفعل الماضي الثلاثي على وهدى نجد مضارعه يعلو ومصدره أي المفعول المطلق منه علواً وهدى نجد مضارعه يهدي ومصدره هداية وسعى نجد مضارعه يسعى ومصدره سعياً معنى ذلك أن هناك فائدة كبرى في معرفة أصل الألف اللينة في آخر الفعل بالطبع، فهي تمكننا من كتابة الألف اللينة بشكل صحيح وتمنع من حدوث أخطاء إملائية في كتابتها كما حدث معك لكن كيف ذلك؟ سأشرح لك الألف اللينة في آخر الفعل الماضي الثلاثي نكتبها قائمة هكذا إذن قلبت واواً في المضارع أو المفعول المطلق ونكتبها في آخر الفعل الماضي الثلاثي على صورة ياء غير منقوطة إذن قلبت ياء في المضارع أو المفعول المطلق وكيف سنكتبها إن كان الفعل غير ثلاثي؟ الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية أي الرباعية مثل أبدا والخماسية مثل ارتوى والسداسية مثل استردى تكتب على صورة ياء بدون نقطتين سأكتبها دوماً ياء بدون نقطتين إن كان الفعل غير ثلاثي ولكن انتبهي فهناك حالة هنا يلزم فيها أن تكتبيها ألفاً وذلك إذا جاءت قبل هاياء مثل أحيا وأعيا واستحيا كذلك انتبهي إلى أنه لا تظهر الحركات كالفتحة والضمة والكسرة على الألف اللينة أبداً فهمت الآن يا معلمتي سأعيد كتابة أبيات القصيدة مرة أخرى بناء على ما تعلمته ولن أخطئ مرة أخرى شكراً لك ولكن عليك الآن تلخيص ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم حروف المد ثلاثة هي الألف والواو والياء الألف اللينة من حروف المد وهي ألف ساكنة تكتب قائمة أو على صورة ياء غير منقوطة وسميت لينة لأنها تلين وتضعف في المضارع أو المصدر فمرة تصبح واوا ومرة تصبح ياء فهي ليست ثابتة على حال واحدة حالات كتابة الألف اللينة نكتبها في آخر الفعل الماضي الثلاثي قائمة إذا انقلبت واوا في المضارع أو المفعول المطلق ونكتبها في آخر الفعل الماضي الثلاثي على صورة ياء غير منقوطة إذا انقلبت ياء في المضارع أو المفعول المطلق في حالة الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية تكتب على هيئة ياء دون نقطتين إلا إذا كان قبلها ياء فتكتب حينئذ قائمة تكتب حينئذ قائمة تكتب حينئذ قائمة تكتب حينئذ قائمة